كل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف زائر عربي وأجنبي إلى العراق للمشاركة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هذا ما علنت عنه هيئة المنافذ الحدودية مرجحة زيادة العدد إلى أكثر من مليون ونصف المليون في إقادم الأيام حيث أكدت الهيئة أن العدد الإجمالي لزائرين الوافدين من خارج العراق للمشاركة بزيارة الأربعينية عبر المنافذ البرية والجوية بلغ من تاريخ الحدي عشر من شهر تشرين الأول الجاري ولغاية الليلة ما يقرب أكثر من مليون وثلاثمائة وأحدى وستون ألف زائر الأمر الذي يشير إلى ارتفاع معادلات السياحة الدينية في العراق في كل عام حيث يمكن أن يتحول هذا إلى مورد مالي لا يقل أهمية عن ما يحققه النفط لإقتصاد البلد لكن الأمر يحتاجه بحسب مختصين إلى استثمار وتخطيط حيث أن العراق يغص بالمراقد الدينية ومن النادر أن تذهب إلى مدينة عراقية إلا وتجد فيها مرقدا أو أكثر وهذا يعني استقطاع بعدادا كبيرة من السائحين والزوار وبقليل من الاهتمام والتخطيط يمكن أن تصبح السياحة الدينية موردا هاما وأجديدا للعراق ينافس النفط في دعم الاقتصاد الوطني زيد علي WTV